لما بتتحول لبلد طاردة للكفاءات بتكتشف ان الناس اللي عندك اصبحوا ماشيين او بيدوروا اي حاجة في البلد بالفهلوة بالاستسهال بالاسترخاص لما بتعمل ده في نطاق الرجالة بتوعك مفيش مشكلة بتجد من يبرر لك من يطبل لك من يعرض لك من يمدحك ويعني دون وجه حق بتلاقي امثال حضيرة الانتاج الاعلاني لكن لما انت كلية القادة والاركان التابعة للقوات المسلحة المصرية تقرر انك تعمل ندوة وفي الندوة دي تستضيف او توجه الدعوة لضباط في جيوش عربية من بينهم ضباط في الجيش الكويتي والناس حضرة واقف ظابط افندي بيكلم عن اي حاجة بيديهم ندوة ولا مش عارف ايه وفجأة بتطلع خريطة فيها مجموعة من الدول العربية بس المفاجأة ان دولة الكويت مش موجودة هنا السؤال مين المسؤول عن ان خريطة زي دي تطلع في ندوة عسكرية بتنظمها كلية القادة والاركان في مصر ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف مع بعض بيان صادر عن سفارة دولة الكويت في مصر بيكلم عن المشكلة اللي حصلت نقرأ البيان مع بعض وبعدين نتكلم في تفاصيل الحكاية سفارة دولة الكويت اوضحت انه وردا على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة المكتب الكويتي حول قيام احد المحاضرين خلال احدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت الوزارة بتقول في بيانها ان وزارة الخارجية المصرية اوضحت الموقف واعتذرت عنه وقالت ان هذه حادثة فردية وان المحاضر ده ده تصرف فردي منه وغلط منه والموضوع مش مقصود يا جماعة وخطأ غير مقصود ده البيان اللي طلعته السفارة الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية نشر البيان ايضا وقالت يا جماعة والله خطأ غير مقصود اشقاءنا في الكويت خدوا الكلمة بتاعت غير مقصود وخلوها الترند الاول في الكويت النهاردة ليه بقى لانه بقول يا جماعة هو وزارة الخارجية الكويتية هي اللي بتعتذر لي بقى امارة ايه وزارة الخارجية الكويتية هي اللي بتعتذر والخطأ الغير مقصود ده الخارجية المصرية ما اعتذرتش عنه ليه وكلية القدى والاركان التابعة للجيش المصري ما اعتذرتش عنه ليه المحاضر نفسه ما اعتذرش ليه ليه ما تمش اعادة نشر لصورة خريطة العالم العربي وفيها الحدود الدولية لدولة الكويت اسئلة منطقية كلها الحقيقة من الصبح وانا بتابع القصة مع فريل اعداد ووجدنا حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي هناك في دولة الكويت الشقيقة الموضوع مش بس يا جماعة يزعل او بيمس سيادة لا ولا يطلاقا الموضوع بيقولك انه نوعية الناس اللي في مصر دلوقتي هو ده مستوى نوعية الناس اللي بتتعامل وبتدير المشهد في مصر دلوقتي كفيلة انها توقعك في ازمة ديبلوماسية مع دولة شقيقة كفيلة انها تعمل لك ازمة كبيرة جدا وانت عندك عملة مصرية كبيرة جدا هناك لان ده تعدي ده ايهانة واحد اقول لي اسامة انت جاي تسخن يا عمي لا بسخن ولا نيلة خلاص هم تصلحوا والقصة منتهية لكن احنا بنحلل المشهد بنشوف ايه اللي حصل اللي تم الحياة امر معيد ايه اللي تم تعالوا نشوف صورة الخريطة مع بعض الصورة دي نشرها عدد من المغردين في الكويت ودي الصورة اللي نشرت فيه او عرضت فيه المحاضرة اياها على اليمين فوق ده اللوجو بتاع كلية القادة والاركان يعني هنعرف تاريخها كمان شوية على الشمال اللوجو القوات المسلحة المصرية كانت المحاضرة عن الاهمية النسبية للاقتصاد في العلاقات الدولية وبيتكلم عن ارتباطه بامن الدولة سواء كهدف او كوسيلة لتحقيق غاياته وتحديد الدول او المنظمات التي يمكن توجيه او تطوير العلاقات الاقتصادية معها بما مش عارف ايه من مصالح واهداف الامن القومي فانت قاعد بتكلم الناس عن مصالح الامن القومي والتبادل الاقتصادي ما بين الدول هب بتعرض خريطة هب الكويت مش موجودة يانهر اسود مين اللي عمل كده فايه اللي حصل حضرتك لو زابط كويتي قاعد بتشوف المشهد ده هتقوم تنسحب وده اللي حصل فعلا مجموعة الزباط الكويتة اللي كانوا حضرين اول ما شافوا الصورة دي طلع قدامهم خدوا بعضهم ومشوا ورفعوا سماعة التليفون اتصلوا بالصفارة الكويتية واتصلوا بالمكتب العسكري الكويتي في القاهرة يا جماعة فيه فضيحة الجيش المصري بيهن يا جماعة كنا حضرين محاضراء عرضوا خريطة الكويت مش موجود فهنا بدأت تتحرك الخارجية الكويتية تواصله مع الخارجية المصرية اللي قالت بسرعة دي حادثة فردية المحاضر اتحرك لوحده الراجل ما كانش فاهم اي حاجة يا جماعة الراجل ما عملش يعني ما كانش عامل الموضوع ده بقصده ويعني موضوع بس غير مقصود وخلاص واحنا بنعتذر طيب يا خارجية مصرية طلعته بيان لا ما طلعناش بيان تعالوا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي قالت ايه قبل ما نتكلم عن الحادثة نفسها ونعرف تفاصيلها نعرف اللوجو بتاع هيئة القدر والاركان ده معناه ايه ونعرف مين المسؤول ان صورة زي دي تطلع في محاضرة عسكرية في هيئة تابعة للجيش المصري النهاردة بكشف لحضراتكم الكلام ده عشان نعرف هل الموضوع خطأ غير مقصود ولا اهمال ولا استهتار ولا هو مقصود فعلا الحقيقة نعرف الكلام ده بعد قليل لكن تعالوا نشوف بعض التغريدات من مواقع التواصل الاجتماعي هلو ايه حساب باسم ام توركي بيقول بس حضرتك يبون يلغون سيارة الكويت وكيانها وللحين بعد نتعاطف معاهم مش لون الواحد يتكلم بهالموضوع ليتساهم بس الالغوا كياننا وضمونا للعراق طبعا واضح الزعل واضح ان الناس بتتعامل ان الموضوع لا مش خطأ غير مقصود ده واضح انه مقصود ده ألغوا كياننا حاجة بتمسي السيادة اي مواطن غيور على بلده هيدا انا شخصيا لو قاعد في اي حتة وبيعرضوا خريط مثلا افريقيا للعالم العربي وما لقيتش مصر انا مش بس هقوم واخرج لا انا هقوم اشتبك مع الناس اللي بتتكلم اصلا واعتبر ده اهنى البلدي واهنى لي كمواطن مصري فالغضب اللي الواحد شايفه من الاشقاء في الكويت الحياة وما ليهم حق احنا لما بييجي فيديو يقولك مثلا مواطنة كويتية اعتدت على وافد مصري احنا الدم بيغلي في عرقنا وبنقوم الدنيا ما بتعودش وبنضغط على الخارجية المصرية عشان تتدخل ليه لانه ايوة دي حاجة بتمسك ويتمس بلدك وبالتالي ردود الفعل دي ردود فعل طبيعية جدا نكمل ونشوف عايد فهد بيقول تعملت كليات الاركان المصرية ازالت خريطة الكويت من بين الدول المجاورة ومسحها من الوجود في مؤتمر يحضره عدد من ضباط الدول العربية وقد انسحب من المؤتمر الضباط الكويتيين وهذا يعتبر اهانة لدولة الكويت من الحكومة المصرية وطبعا الهاشتاج ده طلع النهاردة الكويت هي قلب الخريطة تغريدة اخرى بحساب اسمه الكويت امي بيقول كلية الاركان المصرية التطاول والتمادي بالاستحقاري وبالاستصغاري وبالاستفزازي بلغ مرحلة لا يمكن التغاضي عنها او التماس الاعذار لها حنفية السخاء والهدر من اموالنا العامة يجب تقفل وتلغى نهائيا قاقل ردة فعل لأفعالهم المتكررة ده غضب من الكويت موجه لمين للحكومة عندهم الحكومة هي اللي طلعت البيان بالمناسبة الخرجية الكويتية هي اللي قالت يا جماعة المصريين اعتذروا وقصة خلصت محمد الموزيري بيقول كلية الاركان المصرية اللي طالب بالاعتذار تخيل اعتذروا خلاص يعني اه يعني ايه بقى الجزاء من جنس العمل تلغي وجودي بخريطة تعرض بكلية عسكرية بحضور ضباط من كل الدول وتبونا صدق انه ما هي مقصودة الكويت والله الحمد قادرة للجم كل افاك يحاول ان يسي لها طيب واضح ان النبرة كده بدأت يعني تدخل في مساحة من التوتر الشديد جدا النبأ صحيفة النبأ غردت وقالت مغردون واقعت الخريطة لم يعرضها محاضر باحدى جامعات الاقاليم حتى لا يعبق بها بل عرضت في جهتين رسمية وامام حضور عالي المستوى هل كان بيان السفارة الكويتية في القاهرة شافيا او اتصال الشيخ سالم الصباح كافيا دي اسئلة مهمة عشان نجاوب على الاسئلة دي وعشان نعرف مين المسؤول عن عرض صورة زي كده تعالوا مع بعض كده نستعرض الادارات المسؤولة عن المعلومات والتأهيل والتدريب ليه ليه بنستعرض دول لانه عزيزي المواطن المصري او الكويتي لا يمكن لضابط في القوات المسلحة المصرية او لندوى تعرض داخل كيان تابع للقوات المسلحة المصرية انه الراجل ده يدخل على جوجل يعمل سيرش خريطة الوطن العربي فيلاقي موقع في بير السلم نشط خريطة فيقوم واخدها او والله دي الوانها حلوة فياخد يعمل لها ده ونلود ويحطها في الباور بوينت بتاعه ولا في البرزنتيشن بتاعه وقولك يلا عرضناها اسفين يا جماعة اصل الكويت مش موجود عزيزي المواطن المصري والكويتي نحن نتحدث عن القوات المسلحة المصرية نتحدث عن مكان به انضباط وبه متابعة وبه مراقبة وبه هيئات متخصصة كل هيئة لها تخصص بتشرف عليه وبينفق عليها ملايين عشان تفضل الهيئات دي في مستوى كفاءة معين فإيه الهيئات المسؤولة عن خروج صورة زي كده في ندوة عسكرية داخل القوات المسلحة المصرية تعالوا نشوف مع بعض الإدارات المسؤولة عن المعلومات والتأهيل والتدريب بالجيش المصري هيئة البحوث العسكرية إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة المصرية إدارة التدريب والتعليم المهني بالقوات المسلحة ومركز الإعلام العسكري وكلية القادة والأركان اللي كان فيها الندوة دي يعني إيه؟ يعني حضرتك فيه أرشيف للقوات المسلحة المصرية وفيه مواد أي بيرزنتيشن بتتعمل لازم تروح تاخد من المواد دي اللي هي مرت على هذه الإدارات اللي هي فيه ناس متخصصين في القوات المسلحة المصرية لديهم مجموعة من الخرائط موجودة في السيستم بتاع الجيش المصري لو أنت هتعمل محاضرة عسكرية فيها زملاء من دول عربية أو غربية فأنت عندك خرائط معتمدة لازم تروح تاخد الخريطة من المكان ده عندك أرشيف بيشرف عليه هيئة من الهيئات دي أو كل الهيئات دي لا يمكن لظابط أنه يكتهد ويجود من عنده ويروح يجيب صورة من بيتهم مفيش الكلام ده احنا نتكلم عن الجيش المصري يا جماعة الجيش المصري يعني فيه انضباط يعني فيه متابعة ومراقبة على أعلى مستوى وده اللي قاله عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة وده اللي أنا شفته بعيني جوة الجيش المصري ما ينفعش أنك تروح تقعد على جهاز وتعمل ما بدالك وتعرض الكلام ده الكلام ده لازم يعدي على القائد بتاعك لازم يعدي على قائد السرية والكتيبة اللي انت فيها لازم يعدي على مدير كلية القدى والأركان انت داعي زباط من الكويت وزباط من دول عربية أخرى انت بتدي محاضرة فيها ناس من دول تانية وجيوش تانية القصة مش بالبساطة دي احنا مش بندي محاضرة في القصر العيني فداخل واحد حط الفلاشة مثلا فجاي يفتح فايل ففتح احنا في الجيش يا جماعة ده الجيش المصري ده حتى في القصر العيني فيه قواعد وكلام ولازم المعين بتاعك والدكتور يراجع الكلام قبل متعرضه مايش سهلة كده وبالتالي الصورة اللي عرضت المفترض في الجيش المصري انها مرت على الناس دول على الإدارات دي يستحيل انها تكون عرضت كده يعني الراجل اجتهد وراح عرض على الوحد ففكرة انه خطأ فردي دي تنفع لما الزابط يقتل الدكتورة في حدثة مدينتي ينفع عشان تطلعه تقول ده خطأ فردي لكن في حالة زي دي كان على الجيش المصري ان يتحمل المسئولين ويتخذ اجراء ويحيل البعض لمحكمة عسكرية او على اقل تقدير ان يعتذر باسم القوات المسلحة المصري انما قصة انه السفارة كلمت الخارجية والخارجية قالت يا جماعة دا المحاضر غلطان طب يا جماعة طب والادارات دي راحت فيه طيب المكان بقى اللي حصلت فيه الوقعة دي او الفضيحة دي او الغلط الكبير في دولة الكويت هو كلية القادة والاركان تعالوا مع بعض نتعرف على هذه الكلية وانا بقرأ لحضرتك السطور حاول تتخيل معايا ان كنت مصريا او كويتيا المكان اللي هنستعرض المعلومات دي عنه بالتاريخ ده بالعظمة دي هل ممكن يدخل فيه محاضر يحط فلاشة عليها برزنتيشن ومحدش رجعها او قال له الخريطة دي صحة او غلط انا اسيب الاجابة عند حضرتكو تعالوا متعرف مع بعض على كلية القادة والاركان بداية من عنوانها او شعارها شعار كلية القادة والاركان هي ايه الحكمة القيادة اليقظة انا هتوقف عند السطر ده لان السطر ده هو خلاصة القصة الحكمة هل من الحكمة عزيزي مدير كلية القادة والاركان ان تنشر خريطة في وجود ضباط كويتيين او في عدم وجودهم تلغي بمجابها حدود دولة عربية هل ده بيتصق مع الحكمة اللي هي شعار كلية القادة والاركان الحقيقة لا ده لا يتصق مع الحكمة ده يتصق مع حاجة تانية القيادة من المسؤول في كلية القادة والاركان عن اعداد ومراجعة ومتابعة هذه المحاضرة هل كان المحاضر يعني المحاضر ده منه على عب فتاح السيسي منه على محمد زكي وزير الدفاع منه على اسامة عسكر رئيس الاركان اما ان هناك سلسلة من الاوامر الادارية والعسكرية داخل كلية القادة والاركان لها علاقة بالشعار اللي هو القيادة مين القائد بتاع الراجل ده راجع المحاضرة ولا ما راجعهاش قال له انت جبت الصورة دي منين ولا لا محدش بص على المحاضرة دي قبل ما تعرض وقال له اللي حصل ده جريمة هيوقعنا في مشكلة كبيرة دولة الكويت مش موجودة فين القيادة في المشهد ده الحقيقة مش موجودة اليقظة اليقظة ان حضرتك وانت شغال المحاضر اللي عمل الغلطة دي ولقيت خريطة مش موجود فيها دولة انت عارف ان زباط الدولة دي هيكونوا حضرين او مش حضرين ايا كان فانت لازم يبقى عندك اليقظة لان ده شعار الكلية اللي انت شغال فيها او بتحاضر فيها فحضرتك كمحاضر ما كانش عندك يقظة اللي فوقك المفروض يشوف الكلام ده ويراجعه قبل ما يطلع قدام الناس ما عندوش يقظة وده يرجعني النقطة اللي كنت بقولها لما سفرت الكفاءات المستوى بتاع الناس الموجودين حتى في قوات المسلحة بينخفض للأسف اللي حصل للأسف مشكلة كبيرة اللي حصل حاجة المفترض ان الجيش كله يقف على رجل فيها وبالمناسبة القصة دي ليس لها علاقة بالمعارضة وليس لها علاقة بالسياسة لو كان محمد مرسي او حسني مبارك او المشير طنطاوي او احمد طنطاوي او حمدين صباحي او موسى مصطفى موسى هو رئيس الدولة كنت هقول نفس الكلام لانه اللي حصل اهانة لدولة اخرى من قلب المؤسسة العسكرية المصرية وبالتالي ده حاجة ما ينفعش اي مواطن مصري يعديها اصلا او تمر عليه كده مرور الكرة الكلية دي انشأت سنة 1825 في عهد محمد علي باشا هذا في الكلية ايه يا جماعة اعداد الضباط من القوات البرية والافرع الرئيسية لشغل وظائف القيادة والاركان داخل القوات المسلحة يا ليه لطين يعني الراجل المحاضر ده والضباط اللي في كلية القدى والاركان اللي مش عارفين ان الكويت مش موجودة على الخريطة اللي هم عرضوها المفترض ان الكويت دي بتعدهم عشان يبقوا هم القادة وقادة الاركان في القوات المسلحة المصرية فيا عزيزي من دولة العراق او السعودية او الامارات او اي دولة اخرى لو صادف انك حضرت محاضرة في كلية القدى والاركان او في اي مكان اخر ارتابع للقوات المسلحة خلي بالك دولتك ممكن ما تبقاش موجودة على الخريطة لان الكلية دي اللي فيها محاضر بيشيل الكويت من على الخريطة او بيحط صورة الكويت مش فيها الكلية دي بتعد الزباط عشان يبقوا القادة وقادة الاركان في الجيش المصري فخلاص قولوا على دولكو يعني يا رحمن يا رحيم تقدم للزباط مناهج خاصة واضح بالدراسات العليا للعلوم والفنون العسكرية بس مش بيقدموا لهم جغرافية فالزباط مش بياخدوا بالهم ان الكويت مش موجودة في الخريطة نكمل اشهر خريجي هذه الكلية هو الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تسببت طبعا في ازمة سياسية زي ما بنقول مع الكويت لما عرضت بداخلها خريطة لا تتضمن دولة الكويت المشكلة مستمرة الفقرة اللي فاتت دي انا قلت لحضرتك مين المسؤول في قوات المسلحة وكلية بالتاريخ ده ازاي يطلع منها غلط زي ده ترجمة نانسي قنقر